اكد المقدم طبيب منافل قحطاني استشاري الامراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا اكد على اهمية اخذ الحذر والحيطة القصوى من سلالة فيروس كورونا المتحورة حيث ان انتشاره سريع جدا ويفوق بمراحل ما واجهه العالم في بداية التصدي للجائحة الجديدة مشيرا الى اهمية اخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا لما يشكله من حماية للفرد واسرته ومحيطه المجتمعي مضحا ان التطعيمات امينة وفعالة وتسهم في تخفيف شدة الاعراض بالحالات القليلة من الممكن ان تصاب به بعد اخذ التطعيم ونقله للاخرين داعيا كافة افراد المجتمع للمبادرة بالتسجيل لاخذ التطعيم لما يمثله ذلك من حماية لهم ولأسرهم ومجتمعهم واشار القحطاني الى ضرورة مواصلة الجميع الالتزام بحذر بالاجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية الهدفة لحماية المجتمع من الفيروس والحد من انتشاره وخصوصا السلالة الجديدة المتحورة منه منوها بان الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات الوقائية والتعليمات الصادرة المعلن عنها منذ بدء التصدي لفيروس كورونا هي نفسها التي يمكن من خلالها مواجهة مختلف السلالات الخاصة بالفيروس هذا بالاضافة الى الاقبال على التطعيم وكشف القحطاني بان اغلب الحالات القائمة مع زيادة الاعداد في الاوينة الاخيرة هي حالات مصابة بسلالة الفيروس المتحور والتي تم رصدها في المملكة المتحدة اولا مبينا ان كبار السن هم الاكثر عرضة للاصابة بالفيروس المتحور كون الاعراض لا تظهر مباشرة بل تبدأ بالظهور متأخرة داعيا الجميع الى اخذ الحيطة والحذر عند مخالطة كبار السن وذوي الامراض المزمنة حتى داخل البيت الواحد من خلال اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لتجنب احتمالية نقل الفيروس لهم ونوها القحطاني بان مملكة البحرين هي الدولة الوحيدة التي تلزم المسافرين القادمين اليها باجراء فحص مختبري ثاني بعد مضي عشرة ايام من وصولهم الى المملكة ولم تظهر المعطيات التي تتم دراستها دوريا ان سبب زيادة الاعداد مؤخرا تعود للقادمين للمملكة بل ان الية تتبع اثر المخالطين اظهرت ان النسبة الاعلى من انتقال العدوى بين المخالطين جاءت نتيجة تجمعات عائلية ومناسبات خاصة وذلك من اصل 250 الف عملية تتبع للاثر تم اجراؤها وشدد القحطاني على ضرورة الابتعاد عن التجمعات واختصارها على الاسرة الواحدة في المنزل والمحيط الاجتماعي المباشر ومواصلة الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات الرسمية لتجنب زيادة الانتشار وارتفاع عدد الحالات القائمة ترجمة نانسي قنقر